السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه وحشتوني جدا 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 معاكم اسناده النهاردة ان شاء الله رب العالمين هنشرح الوحدة الحداشر لسنة تانية ابتدائي اليونت بتاعتنا اسمها at a toy store at toy store at يعني في a toy يعني لعبة store يعني متجر a toy store على بعضها يعني متجر العاب اللي هو محل اللعب at يعني في at a toy store على بعضها في محل الالعاب او في متجر الالعاب اليونت بتاعتنا كلماتها سهلة جدا وبسيطة يلا نشوفها مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي كده عن نبي يلا بينا اول كلمة معانا في اليونت بتاعتنا هي kite kite يعني طيارة نخلي بالنا ان حرف ال i في الاخر ما تنطقش طب ايه لازمته جه عشان يخلي الحرف المتحرك اللي في النص اللي هو i يتنطق باسمه kite kite كايت لقلناها كت ولا قلناها كتي kite kite كايت يعني طيارة طيب this is my kite this is my kite دي الطيارة بتاعتي this يعني هذا او هذه is يعني يكون او تكون my يعني بتاعي او بتاعتي kite يعني طيارة this is my kite دي الطيارة بتاعتي الكلمة اللي بعد كده معانا هي كلمة رو بوت رو بوت رو بوت رو بوت يعني انسان قلي i have a roboot i have a roboot انا عندي رو بوت اللي هو انسان قلي i يعني انا have يعني عندي a roboot يعني انسان قلي roboot انسان قلي i have roboot انا عندي انسان قلي بعد كده عندنا كلمة عروسة لعبة عروسة لعبة يعني doll 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 عروسة لعبة i don't have a doll انا عندي اش عروسة لعبة i يعني انا don't يعني لا have يعني املك a doll عروسة i don't have a doll انا عنديش عروسة لعبة بعد كده عندنا بلونة بلونة يعني ballon 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 i like this ballon i like this ballon انا احب البلونة دي او البلونة دي عقباني i يعني انا like يعني احب This يعني هذا أو هذه Balloon يعني بلونة I like this ballon أنا بحب البلونة دي أو البلونة دي عقباني بعد كده عندنا كلمة ضخم أو كبير يعني big This pumpkin is big This pumpkin is big This يعني هذا أو هذه Pumpkin نخلي بالنا Pumpkin منطقناش ال-P التانية Pumpkin Pumpkin يعني أرع عسلي is يكون أو تكون big يعني كبير يعني الأرعاية العسلية ده هيت كبيرة This pumpkin is big Big يعني كبير طيب صغير Small This pumpkin is small This pumpkin is small This يعني هذا أو هذه Pumpkin يعني أرع عسل is يعني يكون أو تكون Small يعني صغير يبقى احنا عندنا big كبير Small صغير بعد كده عندنا طويل طويل يعني tall 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 He is tall هو يكون طويل He is tall هو طويل He يعني هو is يكون tall يعني طويل يبقى tall طويل طب قصير طب قصيرة short 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 نخلي بالنا الـ s-h اتنطقت ش short 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 يعني قصير أو قصيرة she is short هي تكون قصيرة she يعني هي is يعني تكون short يعني قصيرة احنا عندنا tall طويل أو طويلة short قصير أو قصير بعد كده عندنا كتاب كتاب يعني book 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 I like this book I like this book انا بحب الكتاب ده او الكتاب ده عجبني I يعني انا like يعني احب this يعني هذا او هذه book يعني كتاب book I like this book I like this book بعد كده عندنا كلمة دب دب يعني bear 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 نخلي بالناقل e a اتنطقت a bear bear there is a bear in the zoo there is a bear in the zoo يوجد دب في الحديقة حديقة الحيوانات there is يعني يوجد there لوحدها يعني هناك is يعني يكون a bear يعني دب in في the l zoo حديقة الحيوان there is a bear in the zoo you get دب في حديقة الحيوانات there is a bear in the zoo there is a bear in the zoo بعد كده عندنا اللون الازرق اللون الازرق يعني blue 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 I like blue I like blue انا بحب اللون الازرق I يعني انا like يعني احب blue يعني الازرق blue 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 I like blue I like blue بعد كده عندنا اللون البرتقالي يعني orange 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 ليه ما قلناش orange لان ال i في الاخر ما بتتنطقش بس بتأثر غالبا يعني في معظم الكلمات بتأثر في الحرف المتحرك اللي في النص وبتخليه تنطق باسمه a فهنقول orange orange a a orange I don't like orange I don't like orange انا ما بحبش اللون البرتقالي I يعني انا don't يعني لا like يعني احب orange يعني اللون البرتقالي I don't like orange انا مش بحب اللون البرتقالي بعد كده عندنا اللون الاخضر اللون الاخضر يعني green 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 this is green this is green ده اللون الاخضر this يعني هذا او هذه is يعني يكون او تكون green يعني اخضر this is green ده اللون الاخضر green يعني بعد كده عندنا اللون الابيض اللون الابيض يعني white نخلي بالنا ان الـ H ما تنطأتش وان الـ E في اخر الكلام ما تنطأتش ونطقنا ازاي white white يعني ابيض I like white انا بحب اللون الابيض I like white I like white انا بحب اللون الابيض I يعني انا like يعني احب white يعني اللون الابيض I like white انا بحب اللون الابيض اللون اللي بعد كده معانا هو gray 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 يعني اللون الرمادي this is gray ده رمادي او ده اللون الرمادي this يعني هذا او هذه is يعني يكون او تكون gray يعني رمادي this is gray ده اللون الرمادي اخر لون معانا وهو البني brown brown نخلي بالنا ال-o-w اتنطقة او او اي انا عندي يعني بني يعني بنطلون خلي بالنا بي 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 براون بي بانس يعني انا عندي بنطلون بني الكلمة اللي بعد كده معنا هي كلمة favorite 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 يعني مفضل favorite 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 red is my favorite color red is my favorite color اللون الاحمر هو لوني المفضل red يعني احمر is يكون او تكون my بتاعي او بتاعتي favorite يعني مفضل Color يعني لون Red is my favorite color اللون الأحمر اللون المفضل بتاعي Red is my favorite color My favorite subject is science My favorite subject is science My بتاعي أو بتاعتي Favorite مفضل Subject يعني مادة Is يكون أو تكون Science يعني لوم My favorite subject is science يعني المادة المفضلة بتاعتي هي العلوم يعني أكتر مادة بحبها هي العلوم يبقى Favorite يعني مفضل Red is my favorite color اللون الأحمر هو اللون المفضل بتاعي My favorite subject is science المادة المفضلة بتاعتي هي العلوم بعد كده عندنا كلمة فطيرة فطيرة يعني Pi 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 نخلي بالنا Pi Pi This is a pumpkin pie This is a pumpkin pie دي فطيرة أرع عسل This يعني هذا أو هذه Is يعني يكون أو تكون A pumpkin pie يعني فطيرة أرع عسل أو فطيرة بالأرع العسل ما علينا Pumpkin يعني أرع عسلي Pi يعني فطيرة A pumpkin pie على بعضها فطيرة بالأرع العسل This is a pumpkin pie دي فطيرة بالأرع العسل اللي بقى فطيرة يعني Pi الكلمة اللي بعد كده معانا هي بطاطس مقلية بطاطس مقلية يعني French fries French fries French fries French لواحدها يعني فرنسي أو فرنساوي Fries يعني مقليات كأنك بتقول مقليات فرنسية العلاقة الله أعلم لكن French fries يعني بطاطس مقلية I don't like French fries because it is unhealthy I don't like French fries because it's unhealthy أنا ما بحبش البطاطس المقلية عشان هي غير صحية I يعني أنا Don't يعني لا Like يعني أحب French fries يعني بطاطس مقلية Because يعني عشان أو لأن It is إنها تكون unhealthy غير صحية I don't like French fries because it's unhealthy أنا ما بحبش البطاطس المقلية عشان هي غير صحية يبقى بطاطس مقلية يعني French fries بعد كده عندنا كلمة طبور طبور يعني line 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 بمعنى خط أو طبور there are three lines there are three lines يوجد ثلاثة توابير there يعني هناك are يعني يكونوا there are على بعضها يعني يوجد three يعني ثلاثة lines يعني توابير نخلي بالنا إن إحنا حطنا S الجامع line يعني طبور زودنا لها S بقت lines بقت توابير there are three lines يوجد ثلاثة توابير يبقى طبور يعني line الجامع بتاعها lines بعد كده عندنا كلمة وقت وقت يعني time 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 نخلي بالنا إلقيه في آخر الكلمة ما تنطقتش بس عملت إيه أثرت معي على الحرف المتحرك اللي في النص وخلته يتنطق باسمه الحرف المتحرك معي اسمه إيه i فنطقته زي ما هو time time tie tie time طب لو عايز أسأل عن الوقت وأقول الساعة كام هقول what time is it what time is it what time is it what time is it الساعة كام what يعني ما time الوقت ما الوقت is يكون it هو عيدة على ما الوقت what time is it الساعة كام بعد كده عندنا رقم خمسة يعني five 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 برضه حصل نفس اللي حصل مع time ال i في آخر الكلمة ما تنطقتش ولكن أثرت في i اللي هو الحرف المتحرك اللي في النص خلته يتنطق باسمه five five يبقى five يعني خمسة she is five years old she is five years old هي عندها خمس سنين she يعني هي is تكون five يعني خمسة years يعني سنين old يعني عمر she is five years old هي عندها خمس سنين يبقى خمسة يعني five بعد كده عندنا رقم تسعة nine 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 برضه نفس اللي حصل مع time و five ايه اللي حصل ال i في آخر الكلمة ما تنطقتش بس أثرت معايا على الحرف المتحرك اللي في النص اللي هو i خلته يتنطق باسمه nine nine i am nine انا عندي تسعة سنين i يعني انا am يعني اكون nine يعني تسعة i'm nine انا عندي تسعة سنين i'm nine يبقى ناين يعني تسعة بعد كده عندنا يكتب يكتب يعني write 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 نخلي بالنا ان ال w ما تنطقتش كأنها مش موجودة ونخلي بالنا ان ال i في الآخر ما تنطقتش بس أثرت معايا في ال i اللي في النص الحرف المتحرك اللي في النص خلته يتنطق زي ما هو write write i write a letter i write a letter انا بكتب خطاب i يعني انا write بكتب a letter يعني خطاب i write a letter انا بكتب خطاب يبقى write يعني يكتب الكلمة اللي بعد كده معنا هي fly 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 يعني يطير birds fly in the sky birds fly in the sky الطيور بتطير في السماء birds يعني الطيور fly يعني تطير in في the sky يعني السماء birds fly in the sky الطيور بتطير في السماء يبقى fly يعني يطير birds fly in the sky الطيور بتطير في السماء إذن sky يعني سماء sky sky the sky is blue the sky is blue السماء لونها أزرق the يعني el sky السماء is تكون blue يعني زرق the sky is blue السماء لونها أزرق sky يعني سماء بعد كده عندنا عيد ميلاد عيد ميلاد يعني birthday birthday birth لوحدها يعني ميلاد أو مولد day يعني يوم يوم الميلاد اللي هو عيد الميلاد birthday happy birthday to you happy birthday to you عيد ميلاد سعيد happy يعني سعيد birthday عيد ميلاد to يعني لي you يعني أنت happy birthday to you عيد ميلاد سعيد ليك مثل كمان this is your birthday gift this is your birthday gift هداية عيد ميلادك this is this is your birthday gift دي هداية عيد ميلادك بعد كده عندنا كلمة غطبان غطبان يعني angry 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 he is angry he is angry هو غطبان he يعني هو is يعني يكون angry يعني غطبان he is angry هو غطبان يبقى angry يعني غطبان بعد كده عندنا كلمة sad 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 يعني زعلان sad she is sad she is sad هي تكون حزينة she يعني هي is تكون sad حزينة she is sad she is sad هي حزينة يبقى sad يعني حزين بعد كده عندنا fine 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 بخير او كويس fine نخلي بالنا برضو الاي في الاخر ما تنطقتش بس خلت الاي تتنطق زي ما هي fine I am fine I'm fine انا كويس انا بخير I يعني انا am اكون fine يعني كويس او بخير بعد كده عندنا كلمة happy 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 يعني سعيد we are happy احنا سعداء we يعني نحن are يعني نكون happy we're happy احنا سعداء احنا فرحانين happy happy يعني سعيد بعد كده عندنا كلمة gayen hungry 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 he is hungry هو يكون gayen he يعني هو is يعني يكون hungry يعني gayen hungry his hungry هو gayen يعني hungry hungry بعد كده عندنا اخت اخت يعني sister 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 my sister is beautiful my sister is beautiful my sister is beautiful اختي جميلة my يعني ملكي او بتاعي sister يعني اخت is يعني تكون beautiful يعني جميلة my sister is beautiful اختي جميلة sister يعني اخت بعد كده عندنا ملون ملون اللي هو مفاعم بالالوان مش زي colored colored يعني متلون حاجة متلونة الوان عادية انما colorful يعني مليان الوان ومبهج زي الصورة كده اللي وراها this shirt is colorful الاميس ده مفاعم بالالوان مليان الوان this يعني هذا shirt يعني اميس is يعني يكون colorful يعني مفاعم بالالوان color لوحدها يعني لون full يعني مليان او مفاعم بالحاجة colorful على بعضها يعني مفاعم بالالوان او مليء بالالوان او مبهج بعد كده عندنا cell phone cell phone cell phone يعني هاتف خلوي اللي هو الموبايل cell phone ممكن نقول phone بس من غير cell ممكن اه ولكن هي الكلمة اللي معنا دلوقتي cell phone cell phone او phone اللي اتنين بمعنى موبايل my cell phone is black my يعني ملكي او بتاعي cell phone الهاتف الخلوي بتاعي اللي هو الموبايل is يكون black يعني لونه اسود my cell phone is black my cell phone is black الموبايل بتاعي اسود يبقى موبايل يعني cell phone بعد كده عندنا كلمة tablet 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 أو tablet 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 حرف تي لما بيجي في اخر الكلمة قبله حرف متحرك بيتنطق اق طب ينفع انطقه تي عادي او ينفع بس ممكن تنطقه كبه tablet tablet i don't have a tablet i don't have a tablet انا ما عنديش tablet i يعني انا don't يعني لا have يعني املك a tablet يعني tablet i don't have a tablet انا ما عنديش tablet بعد كده عندنا كلمة keyboard keyboard كل واحدها يعني مفتاح board يعني لوح keyboard على بعضها يعني لوحة المفاتيح keyboard keyboard this is my computer keyboard this is my computer keyboard ده keyboard بتاع الكمبيوتر بتاعي this يعني هذا is يعني يكون my يعني ملكي او بتاعي computer يعني computer keyboard يعني لوحة المفاتيح this is my computer keyboard ده الكمبيوتر بتاعي بعد كده عندنا كلمة mouse 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 اللي هو الماوس بتاع الكمبيوتر أو الفار الحقيقي نخلي بلنا ان الو u اتنطقت أو mouse mouse this mouse is black this mouse is black this mouse ده لونه اسود this يعني هذا mouse يعني الموس is يعني يكون black يعني اسود this mouse is black الموس ده لونه اسود بعد كده عندنا internet inner ناء طب ممكن نقولها internet ممكن نقولها internet وممكن نقولها internet طيب ليه بنقول internet لان التي لما بتيجي بعد حرف ال-n ما بننطقهاش ممكن ننطقها ممكن لا يعني والتي لما بتيجي في اخر الكلمة ويجي قبلها حرف متحرك بننطقها ا اذن احنا ممكن نقول internet وممكن نقول internet internet أو internet يعني النت بعد كده عندنا كلمة video games video games video games video games يعني العاب الفيديو video يعني video games يعني العاب video games يعني العاب الفيديو اللي هي زي العاب البلاي ستيشن والكلام ده i like video games i like video games انا بحب العاب الفيديو i يعني انا like يعني احب video games العاب الفيديو i like video games انا بحب ايه العاب الفيديو بعد كده عندنا كلمة camera 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 نخلي بالنا ان c اتنطقت k طب ليه عشان حرف c دايما بيتنطق k غير لما بيجي بعده i او e او y لقيت بعده i او e او y هنطقه زي ما هو c لكن غير كده هنطقه camera camera i have a black camera camera i have a black camera انا عندي camera سمرة او سودة يبقى camera يعني camera بعده كده عندنا كلمة use use يعني استخدم يستخدم i use technology i use technology انا باستخدم التكنولوجيا يبقى use يعني استخدم i يعني انا use استخدم technology يعني التكنولوجيا i use technology انا بستخدم التكنولوجيا بعده كده عندنا كلمة home work homework يعني الواجب home يعني المنزل او البيت work يعني العمل فكأن اي حاجة مفروضة عليك هتعملها في البيت homework homework the students do their homework the students الطلبة do بيعمله their يعني بتاعهم او ملكهم homework يعني الواجب the students do their homework الطلبة بتعمل الواجب بتاعها يبقى homework يعني الواجب اخر كلمة معانا هي take pictures take pictures take يعني يأخذ او يلتقط pictures يعني صور يلتقط صور او يصور i take pictures with my camera i يعني انا take يعني اخذ او ألتقط pictures يعني صور with يعني بي my يعني ملكي او بتاعي camera يعني الكاميرا i take pictures انا بلتقط صور بالكاميرا بتاعتي بعد كده عندنا this is this is يعني هذا يكون this يعني هذا is يعني يكون this is my pencil ده الالم الرصاص بتاعي this is my pencil ده الالم الرصاص بتاعي this is a cat this is a cat دي قطة هذه تكون قطة this is her hat this is her hat دي القبعة بتاعتها يبقى this is يعني هذا يكون واجيب الحاجة اللي عايز اقولها طب لو عايز ان فيه واقول هذا ليس كذا بدل ما بقول this is هقول this is not هحط not this is not my pencil ده مش القلم الرصاص بتاعي this is not my pencil ده مش قلمي this is not her hat this is not her hat دي مش القبعة بتاعتها this is not a cat this is not a cat دي مش قطة يبقى لما عوز ان فيه هجيب this is وحط بعدها not عندنا بعد كده فعلي يملك اللي هو have i have a robot انا عندي robot we have a camera they have a cat هم عندهم قطة you have a hat انت عندك قبعة my brothers have a car قواتي عندهم عربية الكلام ده لو كان الشخص المالك جمع يعني ايه جمع يعني اكتر من واحد بالاضافة ل i الضمير i اللي هو انا بيعد مع الجمع يعني have بتيجي لما يكون الشخص اللي يملك الحاجة كذا واحد مش حد واحد بس لما باجي اقول i اللي هي انا باعتبرها جمع وبحط have طيب لو مفرد بقى هقول ايه لو الفاعل مفرد هنقول has الفاعل ده اللي هو الشخص اللي بيملك الحاجة هنقول ايه has مش هنقول have ليه عشان have مع الجمع انما has مع المفرد she has a cat she has a cat هي عندها قطة ليه قولنا has عشان she مفرد يعني اختي عندها كاميرا ليه قولنا has عشان اختي شخص واحد مفرد يبقى انا عندي have وهاز اللي اتنين بمعنى يملك have بتيجي لما يكون الشخص المالك جمع يعني ايه جمع يعني كذا حد اكتر من واحد و i اللي هو انا من ضمنهم بنعتبرها زي الجمع انما has بتيجي لما يكون الشخص المالك واحد بس مفرد have مع الجمع has مع المفرد وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله رب العالمين لو عندكم اي سؤال اكتبوه في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير عشان ناس كتير تشوفوا وتستفاد وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو هعمله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله رب العالمين سلام عليكم موسيقى موسيقى